بعض الطلاب هدان الله وإيام يظن أنه طالب علم وهو في الحقيقة ليس بطالب كذاب عندنا في أحد المساجد يوجد طالب علم يدرس في الجامعة الإسلامية أحد المصليم في المسجد كبار السلط رأى هذا الطالب في الشارع قال هل أنت طالب علم قال نعم أنا طالب علم عندي بطاقة من الجامعة قال لكن يا ولدي لا أراك في الصف الأول قال بابا هل أنت أخبرتني هل أنت أخبرتني هل أنت أخبرتني 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 كيف تكون طالب علم أنت لا تحافظ على الصلاوات المفروضة كيف تكون طالب علم أنت لا تحفظ المتونة التي أوصى بها العلماء كيف تكون طالب علم أنت تكذب كيف تكون طالب علم أنت تفكر في الدنيا ابن الإمام ابن الجوزي عف الله عنا عنه كتب رسالة لابنه يوصيه فيها بطلب العلم كتب وصية طويلة جدا قال ألخص لك هذه الوصية بكلمتين كيف تكون طالب علم أنت تفكر في الدنيا ويوعلمكم الله عندما تتقي الله النتيجة يوعلمك الله هذه الخلاصة الخلاصة الوصية كيف تكون طالب علم أنت تفكر في الدنيا دياء أمني موأوي لكن الله سبحانه وتعالى عن القرآن ما تأور يالله يانو فهو أمينارني الله يانو شكرا